زمان لما قبيل أتى لأخوها بيل وما كانش عارف يتصرف في الجثة ظهر له الغراب من العدم وبدأ يعلم قبيل والبشرية كلها أصول دفن الموتة ولا يزال الغراب حتى الآن بيبهرنا بتصرفاته الزكية والغير متوقعة فازاي الغربان كانت بتساعد الحيوانات في التخلص من الأراض وإيه اللي عمله الراجل ده تحديداً خلى الغربان تقرر الانتقام منه وليه عصابة الغربان دي قررت قتل كل المواشي الموجودة في مزارع الفلاحين كل دو أكتر هنعرفه في حلقتنا النهاردة ولكن قبل ما نبدأ ياريت ما تنسوش الإعجاب للفيديو والاشتراك في القناة وصلوا بينا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنا محمد جابر ويلا بينا نبدأ بتشتهر الغربان بقتل الماعز حديثة الولادة العجزة عن الحركة وده لأن في الوقت ده تحديداً ما بتقدرش أمهم تحميهم في معظم المزارع شمال مدينة ويلز بانجلترا اعتادت الغربان على تشكيل عصابات مميتة بتستهدف قتل المواشي والمرعب في الموضوع إنها كانت بتهاجم الأمهات أثناء عملية الولادة وكانت بتقتل الأم وبيموت معها أطفالها وهم لسه ففطناها يعني الغربان كانت بتهجم عليهم فأضعف لحظتهم ده غير إن في غربان تانية كانت متخصصة إنها تستهدف عيون الماعز وتفقعها وده معناه إنه هجوم الغربان بيبقى منظم وكل غراب عارف دوره كويس الأنفة ده كان بيعدي الطريق وفجأة حسنه حط نفسه في ورطة ووارد جداً أي عربية تغبطه قبل ما يلحق يوصل للرصيف النحية التانية وعشان كده أول محس بالخطر ويقف في مكانه فوراً وغمض عينيه وفاهم إنه كده هينجو استراتيجية فشلة جداً وبيعملها حيوانات كتير لما بيحسوا بالخطر ولكن الغرب طبعاً لإنه أزجب كتير من الأنفة ففاهم كويس إنه وقفوا في الطريق بالشكل ده ممكن ينهي حياته وعشان كده فضل يضرب الأنفة بمنقاره ويدفعه إنه يتحرك للنحية التانية الغريب إن الغرب لو كان ساب الأنفة يدس من العربيات فكان ممكن يسحبه هو ميت ويتغزى عليه فتفتكروا ليه الغرب قرر إنقاذ الأنفة من الموت بدلاً من أكله قلولي رأيكم تحت في التعليقات الأوراد بيعتبر من أكثر الحشرات المزعجة للحيوانات في كل أنحاء العالم وبتلتسك بجسمهم وبتغرز أنيابها وتفضل تمص في دمهم وبغض النظر عن اللحمرار والتورم اللي بيسبب الأوراد للمناطق المصابة ولكنه بينقلهم كمان أمراض خطيرة زي داء لايم والأنبلازمة يعني الموضوع أكبر بكتير من مجرد التغذية على الدم الكونغور الصغير ده كان مصاب الأوراد في أماكن متفرقة في جسمه وللأسف في استراليا بيعتبر تدخل البصر في الحياة البرية أمر غير قانوني وعشان كده الكونغور ده كان ممكن يفضل يعاني من ألامه طول حياته وده الغاية ما شافه اتنين من طيور الغراب أثناء ما كان بيشرب طيور الغربان دول كانت بتهجم على الكونغور وبتنتزع الأوراد من جسمه ونجحوا في وقت قصير جدا في إزالة عشرات الأوراد من جسم الكونغور الغربان في الموقف ده أكيد ما كانتش عاوزة تنقذ الكونغور أو تخرجوا من أزمته ولكنها ببساطة شافت في الأوراد فريسة سهلة ممكن الاستفادة منها في سنة 2016 وتحديدا في ولاية مادية برادش الهندية أحد المواطنين كان بيعيش كابوس حقيقي بسبب الغربان كل يوم يعدي من قدام بيته تطردوا الغربان غطبانة وتهجموا بكل عنف سبب العداوة بين الراجل ده والغربان ممكن تستغربوه جدا في إحدى المرات الراجل ده شاف غراب صغير محشور في شبكة حديدية ومن طيبة قلبه قرار ينقذه ولكن للأسف بعد ما أنقذه مات الغراب الصغير وهو في إيده الغربان البالغة لما شافت الموقف افتكروا أن الراجل هو اللي قتل الغراب الصغير وعشان كده قراروا ينتقموا منه في كل مرة بيشوفوه فيها وهو في كل مرة كان بيصوت ويقول لهم والله ما أنا يا غربان اللي قتلته وهم برضو مش راضين يقتنعوا الغربان في العموم ممكن تهاجم البشر لأسباب كتير في موسم التقاصر مثلا الغربان بتكون عدوانية جدا وممكن تهاجم أي حد بيقرب من العش بتاعها حتى إن في شهر مايو سنة 2010 شرطة برلين علقت يفطاط بتحذر فيها المواطنين من عدوانية الغربان هجمات الغربان في معظم الحالات كانت بتتسبب في جروح وإصابات للمواطنين وشرطة برلين كانت بتتلقى عشر بلغات يوميا من أشخاص اتعرضوا للهجوم هل يا ترى ممكن تربوا الغرب في بيتكم كطائر أليف وإيه أكتر موقف كمان لفت نظركم في حلقتنا النهاردة قلولي رأيكم تحت في التعليقات وطبعا مش هتنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لو أول مرة تشرفونا كان معاكم أخوكم محمد جبر واشوفكم الحلقة الجاية